الحرب في اليمن عنوان عريض لحروب جانبية هي الأخرى لا تهدأ منف حقوق الإنسان واحد من تلك الحروب الباردة وورقة مهمة على طاولات أممية وإقليمية فلا تهدأ معركة حتى تشتعل أخرى مسودة أممية بانتظار تصديق الأمين العام عليها تتضمن قائمة سوداء تحوي ميليشي الحث والقاعدة والحكومة الشرعية والتحالف العربي هذه المرة بتهمة قتل وتشويه الأطفال في اليمن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن أكبر من جرائم مرتكبة بحق الطفولة وأكثر اتساعا من قائمة في صنف واحد والاتهامات المتبادلة بين الهيئات الحقوقية والجدل الدائر في هذا الملاف لا يكاد يتوقف آخر هذه الصراعات مدار في أربقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورة السادسة والثلاثين حول دعم اللجنة الوطنية أو تشكيل لجنة تحقيق دولية جديدة المعركة الحقوقية أسفرت عن قرار يقضي بتشكيل فريق خبراء دولي مهمته الفحص الشامل لكافة للدعاءة بالانتهاكات والخروقات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بل إضافة لمراقبة ورفع التقارير حول حالة حقوق الإنسان في البلد القرار الصدر وفقا للبند العاشر الذي ينص على المساعدة التقنية وبناء القدرات يمثل تفويضا لفريق الخبراء بمساندة ومراقبة عمل اللجنة الوطنية الصراع الدولي حول حقوق الإنسان في اليمن يمضي بالتوازي مع صراع آخر محلي بدءا بالصعوبات التي ترافق عمليات رصد الانتهاكات التي تطال المدنيين من جميع الأطراف خصوصا مدينة تعز التي لا تزال قبلة لصواريخ الانقلابيين وصولا إلى فرز الضحايا وتصنيفهم بحسب أولويات الراصدين وتوجهاتهم دعوات مستمرة من الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية بنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عادا ورغم ذلك تضد الاستجابة قاصرة وتستمر أيضا موجة الانتقادات ضد الحكومة الشرعية لسبب قصور أدائها في الملف الحقوقي خصوصا ما يتعلق بملف الرصد والتوثيق والتوزيع العادل للإغاثة وفشلها في إقناع المجتمع الدولي بحماية ميناء الحديدة الذي تتحول الإغاثة الواصلة عبره إلى مجهود حربي للميليشيا اشتركوا في القناة